تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية عبارة لا ينساها أبدا كل المصريين الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر وقف في مدان المنشية بمدينة الإسكندرية ليعلن هذا القرار التاريخي تأميم شركة قناة السويس زي النهاردة من 68 سنة في الكتاب الأهم لمحمد حسنين هيكل ملفات السويس تكلم عن هذه اللحظة التاريخية ووصفها بأنها أعظم أيام جمال عبد الناصر كان معاه في المكتب وقال أن اليوم ده كان من أعظم أيام وهو يضع الخطة على الورق كأنه ضابط أركان حرب يوم من أيام بلدنا اللي ما تتنسيش أبدا خلينا نتكلم عن الملابسات اللي دفعت جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس وإيه الظروف اللي كانت ساعتها حوالين مصر والتحديات المختلفة اللي دفعت لخطوة زي دي وإيه التأثيراتها الإيجابية وكمان ما حملته من عدوان سلاسي على مصر بعد ذلك وكيف تغلبت مصر على كل هذه التحديات الدكتور خلف عبد العظيم الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس ضفنا في صباح الخير يا مصر وصبح على حضرتك صباح الخير عليك وعلى مصر وعلى كل العالم خلينا نبدأ يا دكتور بلامحة تاريخية كده للظروف والملابسات اللي كانت موجودة وقتها هو طبعا بالفعل حسب ما أشرته في التقديم هي لحظة تاريخية خالدة في حياة مصر التي أعلن فيها رئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة القناة بطبيعة الحال إذا أخذنا الملابسات على الصعيد الإنساني فيمكن القول بأن مصر استعادت ما قدمه أبنائها وأبائها وأجدادها في تضحية كبرى لحفر قناة السويس يعني كأن مصر تستعيد أروح شهدائها الذين حفر قناة الأمر الثاني هو استعادة الكرامة المصرية لأن قناة السويس منطقة القناة يعني برسعيد إسماعيلية السويس المنطقة دي كلها مع قناة السويس حرم لقناة السويس التي كانت شركة إنجليزية فرنسية رغم أنها مصرية ولا يمكن لمصر فيها إلا أنها موضع عبور ليس إلا لأن بعد بيع أسم قناة السويس فعاد الخديو إسماعيل في ملابسات تاريخية لدع الخوض في تفاصيلها أصبحت مصر مجرد معبر ليس إلا ويعود عليها الفتات من صاف الأرباح يعني صاف 6% من صاف أرباح شركة قناة السويس يعني الفتات من فتات الفتات لنا أن نتخيل حين أقول أرباح أن شركة القناة قبل تأميمها استعادة فرنسا وإنجلترا حوالي 60 ضعف ما قدموهم المساهمات في رأس المال يعني تخيالوا المسألة إيه؟ الأمر الثالث أن شركة القناة كانت تشبه بدولة داخل الدولة بمعنى أنها كانت قاعدة عسكرية في الإسماعيلية للحلفاء وهذا نعرفه جميعا في الحرب العالمية الثانية وميدل إست سابلاي سنتر اللي هو مركز إمداد وتموين الشرق الأوسط فالمسألة لم تكن من شركة القناة مجرد ممر ملاحي جغرافي يخدم العالم ككل وإنما أيضا هي قاعدة استعمارية لدول الحلفاء الأمر الرابع طبعا أن مصر مهما قلنا بأن هناك حركة وطنية وصورات لم تكن قد نجحت بعد في استعادة استقلالها إلا بعد تصفية آخر رموز لهذا الاستعمار الأمر الخامس يعني ومؤسف للإطالة لكن المشاهدين خاصة من الشباب يعرفون ملبسات الأمر الخامس هي تلك المعركة الاقتصادية الدولية لإنشاء السد العالم والعجز عن التمويل والرضوخ أمام شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونحن نعرف ما هي الجهات الممولة للصندوقين النقد الدولي والصندوق النقد الدولي وما اشترطوه من شروط كانت يعني أقول مزلة ومهينة مكحفة ومكحفة وسيئن منها الشعب المصري وسيئن منها حكومة المصري ورمز للسيطرة الأجنبية والرأس المال الأجنبي الأمر الذي سيئبه جمال عبد الناصر ومصر الخارجة اللي توهى من تأميم بنك مصر وهذا مخدمة على حركة تحرر كبرى ومن ثم تتحرر من الرضوخ للرأس المالية الأجنبية والاستعمار الأجنبي الأمر السادس وهو رمز الكرامة بقى أن دولة من دول العالم الثالث كانت خاضعة للاستعمار أن يقف زعيمها بهذه القوة والصلابة ويعلن تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية التأميم هنا يعني أنك تتحدى وأنك تتحدى أقبل قوتين عظميين في العالم نائز قادمين على مدى 30 متر بوينت سنة كان عندي سوبر باور بريطانيا العظمى قوة رقم واحد وفرنسا القوة رقم اثنين أي نعم بعد الحرب العالمية الثانية سيتراجع مكانة القوتين لحساب صعود الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ولكنهما كانت حتى هذه اللحظة هما القوتين الاستعماراتين الأكثر سيطرة على أغلب دول العالم يعني ومن ثم فإنها اللحظة تاريخية يعني أعتقد كده يعني وضحنا كل الملابسات ست أسباب أحراج قلتها أسباب تاريخية وفية وهي لحظة الاسترداد الكرامة والعزة المصرية من جديد مرة أخرى اليوم ده لو حابين نتكلم عن تفاصيله لأنه فيه أجيال كتيرة جدا أجيال جديدة لا تعرف أن هذه العملية كانت عملية في غاية الدقة أنه يتم إرسال مجموعات إلى بورسعيد والسويس والإسماعيلية كل مجموعة مكورة من خمسة وستة أفراد وقادة عسكريين في ظرف خطابة المنشية زي النهاردة 26 يوليو 56 كانت ساعة تمانية ونص ساعة عشر وربع مساء كانت كل مرافق هيئة قناة السويس تحت السيادة المصرية عبقرية إتمام هذه العملية على الأرض واختيار كمان شخصية تاريخية مهمة المهندس محمود يونس اللي كان رئيس هيئة البترول ساعتها في قيادة هذه العملية كيف كانت حسابات جمال عبد الناصر في هذه اللحظة؟ يعني هو طبعا حتى يعيش معنا المشاهدون في مساءة هذه اللحظة التاريخية في هذا السؤال أنا أشكر حضرتك والأستاذ على أن فهم بتعيشون في اللحظة التاريخية دي أولا القرار لم يأتي مصادفة ولم يأتي كده اعتباط ويتخيل البعض أن جمال عبد الناصر بصيغة عن تارية كده أصدر قراءة المسألة سبقها دراسات وسبقها لقاءات مع خبراء وفي سرية كاملة وفي تخطير كامل تماما أولا ما كان يمكن لهذا القرار أن يصدر إلا بعد الإطمئنان إلى جلاء آخر قوات البريطانية وإحنا عارفين في 18 يونيو 1956 بتاج القوات البريطانية بموجب اتفاقية الجلاء التي وقعت في 19 أكتوبر 1954 والرحيل بقى خلال 20 شهر عشان كده يعني البعض يتساءل ليه 18 يونيو ليه هي دي كانت آخر يوم في 20 شهر بعد اتفاقية الجلاء اللي وقعت 19 أكتوبر الأمر الآخر مسألة التوازن الدولي يعني أنت في لحظة فارقة ما بين قواتين عظميين تأتي في عقاب عبد الناصر نهرو تيتو قدم الحياس فأنت هنا أوجدت لنفسك موضع القدم في مسألة أن تكون زوج حيثية دولية ومن ثم سيكون لك قرار وإرادة يمكن أن يكون لها دعم على سعيد التوازن الدولة الأمر الثالث أن مصر العظيمة المعطاءة دائما وأبدا هي غنية بأولادها وغنية بثرواتها وغنية بقواتها البشرية جنبا إلى جنبا مع مختلف المعادر الأخرى ولكن الأنصر البشري في مصر دائما وأبدا هو الفاعل الأساسي والمحرك الرئيسي فمصر اللي تكون تفتقر إلى المهندسين والخبراء نعم كان يوجد في قناة السويس طبعا خبراء أجانب ويونانين وإنجليز وفرنسيين آخره لكن مصر العظيمة يعني بأبنائها موجود فيها الخبرات اللي موجودين في قناة السويس ولذلك هي كانت نقطة فاصلة طبعا الحدث وكانت يعني خدت الحياة لمنحة آخر سواء بردود الفعل الدولية لأعقابة الخطوة أو حتى في الثقة اللي اكتسبها المصريين في أن هم يقوموا علشان يقدروا أن هم يكونوا أصحاب قرار يعني هذه هي حقيقة ولذلك منقول أن مصر تجتمع فعلا طيس كان عبد النصر مع المهندس محمود يونس بالمناسبة كان ثلاث المهندس محمد عزة تعاد الله ورحمه كنت أنا لي شرف أن كان في مؤتمر دولي عقد في الجماعات التاريخية أنا من عام الجماعات التاريخية فبالتعاون مع مؤسس الصلون البحري وأصدرنا كتاب عن قناة السويس الماضي لحاضر المستقبل ويعني تشرفنا بتصدير الفريق مهاب مميش تقديمه لهذا الكتاب ومساهمة المهندس محمد عزة تعادل في هذا الكتاب المهندس محمد عزة تعادل الله يرحمه قدم لنا شهادة في مقدمة الكتاب قال بأن الاجتماع الثلاثي اللي كان الرئيس جمال عبد الناصر مع المهندس محمد عزة تعادل كان بتخطير تام يعني هذه المجموعة الثلاثية منبسقة إلى مجموعات وخلايا عمل على مستوى كل الأسعادة في قناة السويس فنين وإدارين إلى إلى آخره لدرجة أنه في اللحظة التي سيعلن فيها جمال عبد الناصر زي ما نعرفين ديلي سبس ويدقان كلمة السر كلمة السر اللي قابليها كان كل الأطقم المصصية والإدارة الفنية واخدين أماكنهم في إدارة قناة السويس وعلى الإرشاد إلى آخره حتى لا يحصل ضرب طبعا يؤثر على المناحة العالمية أو يقدم مصر لأنها الغير جديرة أو غير كف حماية ممر العالم حسبما كان يسوق الإعلام الأجنبي أن مصر لن تستطيع إدارة القناة مصر لن تستطيع لن تستطيع لا مصر استطاعت وكان هذا التحول الجوهري في مسألة أن من مثل ما أصدر الرئيس جماعة عبد الناصر هذا الإعلان بالتأميم كده أيضا مصر كشعب وكإرادة التفت جميعها من حول هذا القرار التاريخي في مسألة نجاحها في تسيير حركة الملاحة أو تسيير الملاحة ولم يحدث أي ضرب أو توقف مثل ما كان يتخوف وعملت كمان بكفاءة شديدة جدا من قطعة النظير يعني بعد أعلان التأميم هذا القرار التاريخي استدبعه تحرك ثلاثة جيوش العدوان الثلاثي 56 فرنسا وبريطانيا وإسرائيل قبل الحديث عن العدوان الثلاثي كنتيجة من نتائج القرار التأميم لجمال عبد الناصر قراءة للمواقف الدولية في ذلك الوقت يعني روسيا والاتحاد السوفيتي أنا ذاك دعم عبد الناصر وطلع تصريح شهير جدا أنه هذا حق أصيل للدولة المصرية والاقتصاد مصر أن تؤمم قناة السويس بريطانيا يعني ثارت ثورتها طبعا رئيس الوزراء أنا ذاك إيدن تحدث أنه يعني يجب أن نمحي جمال عبد الناصر من الوجود مواقف الدولية لو حابين من حدثتك قراءة مواقف الدول العظمى والأطراف الدولية في ذلك الوقت يعني هو طبعا أشكرك على هذا السؤال اسمحوا لي بس أن أنا إيه أذكر بس الزاكرة خاصة لدي الشباب أنه جمال عبد الناصر في قرار التأميم كان معبرا عن مسيرة الحركة الوطنية لأن في 1910 حاولت إنجلترا وفرنسيا يعملوا مد امتياز قناة السويس فالحركة الوطنية ومحمد فريد أنا أذن طلبوا بتأميم قناة السويس حتى تعود لكلامة المصرية لكن طبعا كانت مصر أنا أذن عاجزة على أن تتخذ هذا الموقف الذي سيتخذ بعد ذلك البعض يتشدق بأن القناة كانت ترجع لمصر سنة 1968 لأن طبعا الامتياز 99 سنة من 1969 يبقى هترجع لمصر 1968 هذا كان وهم كان وهم طبعا كان يفسر ممثل أمم نعم والمهندس محمد عزة عادل في شهاد التي أشرت إليها ذكر صراحة أن إنجلترا ولا فرنسا ولا العالم كانوا يرجعوا القناة لمصر وهذا وهم وفي الامتياز اللي حاولوا يعملوا في 2018 مدوا الامتياز 40 سنة أساس تعود القناة لمصر 2008 فالمسألة كنت ستدور في فلك المواقف الدولية أرجع لحضرتك في السؤال إنجلترا بريطانيا العظمى سوبر باور لما حست ومعا فرنسا إن فيه اتجاه للحركة الوطنية ممكن تحدث خلاق لوضعهم بعد ثورة يوليو 52 في 1954 هتعمل إيه؟ ستسعى إلى تكوين شركة القناة شركة إدارة دولية يعني لن تقتصر على إنجلترا فرنسا وبدأت عشان كده ده بيفسر ليه الولايات المتحدة الأمريكية هتبقى لها موضع القادم في مسألة المفاوضات والجلاء وكده وتقترح كندا وتقترح أستراليا وتقترح مالجيك وزولندا يعني المسألة إنه إهضار الدم بين القبائل بعد ما كانت تبقى إنجلترا فرنسا لأ هتبقى شركة يعني إدارة دولية يبقى خلاص بقى انسي بقى مصر إنه ممكن جدا تستعيد القناة في أي يوم من الأيام خلاص لا ولذلك هنا بقى أهمية هذا القرار التاريخ في مسألة إرادة قوية بالفعل وهو يدرك هذا التحالف الدولي وهذا التحالف الغربي في مسألة تحويل القناة اللي أن تكون إدارة دولية ويتخذ هذا القرار طبعا كانت تحول خطير جدا أو تحول مهم جدا في مسألة التحرر والاستقلال أو دلالة معنى التحرر والاستقلال طبعا نحن عارفين إن مصر كانت بدأت القوة العلاقات الدولية تلعب بتوازن دولي قوي مع الاتحاد السوفيتي وصفقة تسليح التشكية يعني تقوية الجيش من 1955 اللي عن طريقة شكرا سلفاكية مع الاتحاد السوفيتي كان بدأت تقوى علاقتها مع الصين اعترفت بالصين الشعبية من الصين الوطنية الصين الشعبية 1955 والصين هي التي ستكون وسيطا لإقامة العلاقة تقوية العلاقة المصريحة السوفيتية يبقى هنا المسألة بدأت تلعب يعني تدرك أهمية التوازن الدولي يمكن حين نشوف في المسألة دي إن التوازن الدولي ده مهم جدا بدل من الرضوخ تحت معسكر بعينه لا هذا بيعطي حرية في التحرر وحرية في القرار أكثر من الرضوخ إلى كتلة دون أخرى ولذلك هنا مسألة العدوان السلاسي حين سيتم نعم أنت أمام يعني أكبر قويتين خدمتين من الحرب العالمية التانية وظهرت المقاومة الشعبية بقوتها الحقيقة نعم يعني ظهر وجهة للشعب المصري أبدئين هو قاوم العدوان السلاسي بورسعيد طبعا على رأس المحافظات العاشد نعم أنا أسكت حضرتك على هذا السؤال لأن دي توفرصة أنه ما لا يعرفه الكثيرون أن كان سبب أساسي من مسألة حمل يعني عدوان إسرائيل على غزة قبل العدوان السلاسي مسألة إجهاد صفقة التسليح المصرية اللي عقدتها ما لاتعسوا فيها اللي هي صفقة التسليحة الشركية يعني إجهاد قوة مصر في مهدها ولذلك في العدوان السلاسي 1956 جمال عبد الناصر لن يغامر بمسألة المواجهة بهذه الصفقة التسليح وتضيب الطيران وتضيب المدفعية هنا أهمية الدفاع الشعب وأهمية الشرطة وأهمية كتائب الفدائيين والضباط الأحرار ومن الجيش أيضا ستشاركوه لكن سيتم الحفاظ أيضا على صفقة التسليح لإعداد الجيش المصري القوى هنا الدفاع الشعب هو اللي هي لعبة الدول المهمة جدا في المواجهة مع أبو سعيد والتفاف الشعب من اسكندري الأسوال اللي مرسل ستذهب إلى السيناء وكل جنب إلى جنب معها الفدائيين مع العسكريين أيضا إلى هذا الأمر الذي سيؤدي أيضا أمام الصمود المصري في صراع غير متكافئ بالمرة تحرك الضمير العالمي لا أقول الضمير العالمي حبا في مصر وإنما في التوازن الدولي ولذلك لن ننسى الإنذار الشهير للاتحاد السوفيتي هنا بقى تتجلى أهمية الصديق في وقت الضيق يعني هنا يعني مهما قلنا لكن وقفة الاتحاد السوفيتي نأسا في هذه اللحظة التاريخية هي التي أيضا ستدفع أيزن هاور طبعا والولاة المتحدة الأمريكية إلى أنها أيضا تتضامن مع الاتحاد السوفيتي في الإنذار السنائي الشهير الأمر الذي سيجبر سيجبر طبعا إنجلترا وفرنسا على إيقاف القتال وبعدين ندخل بقى في الإطار السياسي أشرت إلى الضمير الضمير العالمي لأنه في اللحظة تاريخيا كان فيه مظاهرات في لندن يعني خرجت حتى لما خرج رئيس الوزراء البريطاني إيدن هناك تحدث أنه الشعب المصري ليس عدو لنا لكن العدو هو جمال عبد الناصر لكن الضمير الشارع الأوروبي والغربي كان مع الدولة المصرية لأنها تسترد قرارها مرة أخرى وتسترد رصيد من الأرصيدة الخاصة بها لها قناة السويس يعني هو طبعا يعني 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 خلينا مدركين على أن الشعوب تكون لديها العوامل الإنسانية دافعا أقوى من الأنظمة السياسية الأنظمة السياسية قد تغمض عينيها على المظالم وقد تقترف الجرائم الأنظمة السياسية الاستعمارية قد تغمض عينيها على الجرائم وإحنا شايفين غزة صحيح وما يحدث في الوقت اللي احنا ممكن نشوف مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية من الشباب ومن الجامعات إلى آخره نجد أيضا النظام السياسي يعني الكفة تميل وبمثل هذه الحالة أيضا دائما وأبدا الناحية الإنسانية متتتحرك لدى الشعوب يكون هناك مفكرين ويكون هناك مثقفين ويكون هناك أعلمين لديهم هذا الضمير الإنساني الذي يدرك أنهم أمام ظلم إنساني يعني أنت تعتدي على دولة وعلى أرض وعلى شعب هو أحق بأن يمارس حريته وبمثل ما تمارسه أنت على أرضك وعلى شعبك فتتحرك هذا لكن الأنظمة الاستعمارية تكون لديها علاقات المصالح أو صراعات المصالح في علاقات القوة لا تهمها النواحة الإنسانية ومن الممكن أن تغمض عينيها عن النواحة الإنسانية لا أقول كل الأنظمة السياسية ولكن أقول الاستعمارية وكل دولة تحاول أن تحقق مصالحها بالطريقة التي يعني تراها فيما قد يتعارض مع مصالح الدولة الأخرى التي تحاول إخطاعها لسلطانها هذه المسألة معروفة في قواعد لعلاقات الدولية ولذلك يمكن الحاضر يفسر الماضي أو الماضي يفسر الحاضر خلينا إزاي بقى حضرتك قلت النقطة المهمة إزاي نخرج من التجارب دي وعزة النفس المصرية وحفاظهم على قناة السويس كشريان حياة على الأراضي المصرية لحد النهار ده قناة السويس لها معزل خاص الشعب المصري يعني والله سواء زهرت في الكتتاب طبعا لما حصل ممر ملاحي موازي للقناة التقليدية لتسهيل حركة المرور والملاحة أو حتى في متابعة الشعب المصري يوميا لمعدلات قناة السويس وأمان قناة السويس والممر الملاحي إزاي يوفر لدول العالم اللي ممكن تيجي للأراضي المصرية وتمر منها يعني طبعا أشكر حضرتك على هذا السؤال في مسألة يعني بس اللي كان ندرك كده في عجالة اللي كان ندرك أهمية قرار تأميم قناة السويس ما كان ممكن أن تكون قناة السويس مملوكة لنا حتى اليوم صحيح يعني المحاولات وأنا أشرت المحاولات وهذه ما أثبتها بالوسائق كنا سندور لازلنا ندور في فلك أنها ملكية أجنبية ولم نستعدها بعد ولذلك دي أهمية أننا استعدنا مسألة التأميم هي مسألة استعادة كرامة هي مسألة استعادة إرادة مسألة التفاف شعب يدرك أهمية أن هذه القناة حفرت بدماء أجداده ومن ثم فإنها إذا كانت تمثل مورد اقتصادي مهم بالنسبة للمصر وهي بالفعل كذلك فقد جنت إنجلترا وفرنسا هذه المورد من قبل عبر عشرات السنين ومن ثم نحن أحق بهذا الذي نجنيه وطبعا نحن عارفين لو لأن لولا الظروف الحالية الحاضرة في النسبة البحر الأحمر والموجهات المكحفة طبعا في المترتبة على ما يجري بالنسبة لغزة والحسين طبعا هذا أصر على الملاحة الدولية وعلى الإرادات لكن خلاياة السويس مصدر إراد يومي ودخل مهم جدا بالنسبة لمصر خلاياة السويس أكدت أن العالم بأسره لا يمكن أن يستغني عن قناة السويس لأن جميعنا يعرف أن التأمين البحري ارتفع بطريقة مكلفة جدا وبهزة على مختلف شركات الملاحة العالمية ندرك أيضا أن الالتفاف حول الرأس الرجاء الصالح يمثل ضربة اقصادية أو خسارة اقصادية كبيرة جدا بالنسبة لمختلف شركات الملاحة وقت ونفقات فالمسألة هنا لا تقتصر على أن قناة السويس هي مصدر مهم جدا بالنسبة لمصر وإنما قناة السويس هي أصلا مصدر مهم جدا بالنسبة للعالم ككل كممر ملاحي قصير في الاتجاه الأقرب بما يترتب عليه تقليل نفقات الاقتصاد والتزغيل إلى آخره والإنجاز في وقت سريع فمن ثم حين نقول الالتفاف حولينا قناة السويس هي التفاف حولينا جزء من الجسد يعني أو شيء نقولنا قلب أو يعني في قلب مصر لأن هذه كانت بتضحيات ولذلك سنلاحظ أن دائما وأبدا الأحداث حين تحلص سلما أو حربا تتأثر بها قناة السويس شفنا ده 56 وتوقف الملاحة عودة الملاحة شفنا ده 67 وتوقف الملاحة والرئيس أنر السادات اللي أرحمه أعاد افتتاح قناة السويس يوم 5 يونيو 1975 ديلاع عشان يحول ذكر 5 يونيو 67 لا إلا ذكرى انتصار ها هو العالم وهي الإرادة المصرية وذكرنا بقرار الرئيس جنوب عبدالنصر بتعبير عن إرادة فهو أيضا يعني هناك لحظات تاريخية هذا يذكرنا أيضا بالتواسعات الكبرى التي حدثت بعد ما مرت به مصر 2011-2013 ورئيس السيسي في مسألة كأننا سنحدث توسعات البعض ويرطلق علي قناة السويس الثانية أنا بالدلال أن أقول التوسعات الكبرى لقناة السويس التي أضافت ما يقارب وأقبل المصريين على التمويل الخاص بحظة هذه اللحظة تاريخية تذكرنا بالأمجاد ها هو الشعب المصري العالم بأسرة يعني يظن أنه دخل في حالة من الموات ومن السوبات العميق فيما شهده من 2011-2013 لكن ها هو الشعب المصري يعبر ثانية عن إرادة قوية وخلال أسبوع يتم اكتتاب اكتتاب الشعب المصري 60 مليار يعني هو الذي سيمول التوسعات وخناسه كأننات السويس دائما في كل صفحات التاريخ المصري متلازمة كده مرتبطة مع لحظات الزهو والانتصار بشكل كبير نعم أنا عايز أسأل لدكتور خلاف الميري هنا بعين أستاذ التاريخ نعم بعد مرور حوالي 68 سنة من هذا القرار التاريخي العظيم واللي هو يعني يمثل نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث هل كشفت كل الوثائق عن هذه اللحظة التاريخية يعني الوثائق مادة مهمة جدا لأستاذ التاريخ والباحث التاريخي نعم في كتب أجنبية كتيرة تكتبت عن هذه اللحظة التاريخية وفي كتب تكتبت في المكتبة العربية احنا أشارنا إلى مثلا ملفات السويس وهو مرجع مهم للكتب الصحفي محمد حسنين هيكل لكن كوثائق كمادة للمؤرخ الاجتماعات اللي حصلت مع الضباط الأحرار قبل خطاب المنشية الاجتماع الثلاثي مع المهندس محمود يونس هل المادة دي متوفرة للباحثين والمؤرخين واللي احنا محتاجين نكشف عن يعني طبعا أنا أطمئ حضرتك وحضرتك طبعا أطمئ كنوا مؤسسة تسمى المشاهدين أن المنادسها التاريخية المصرية بخير كبير جدا جدا ولدان في الجمعية للمصرية التاريخية وهي أقدم وأعرض الجمعية التاريخية على مستوى العالم العربي يعني مؤسسة من 1945 وأن كانت قبل كده كمشروع من 1920 وسائق كاسرة جدا في دارة وسائق القومية طبعا ما تم استجلابه حتى من وسائق الأجنبية أيضا هناك عشرات الرسائل أنا شخصيا أشفت على عدة الرسائل منهم رسالة الماجستير ودكتوراه الدكتورة فايزة خطاب في مركز بحشق أوسط وغيرها كثير كشفت وسائق كثيرة جدا ونحن دائما وأبدا نحيل باحثين في الماجستير والدكتوراه إلى الاتضاع على الرسائل غير المنشورة جمي إلى الجنب مع المنشورة مع الأفلام التسجلي مع الرؤية مع المراجع مع مختلف الدولات مختلف اللغات وطبعا فهذه بديهية من البديهية التوافر بالفعل لكن استكمالا لسؤال حضرتك هل رغم ما تم من عشرات الرسائل الماجستير والدكتوراه وكل ذلك هو الوسائق هل تم هذا أقول لا حدث تاريخة كبير بقدر تأمين قناة السويس بالمواطناء الدولية بالمواطناء المحلية بالردول الأفعال بالأصدق وكله سيظل ملهما لعمل وإجراء دراسات وبحوث تباعا مستقبلها لأن الأحداث الكبرى دائما وأبدا ما يكون لها تأثيرات كبرى وزوايا مختلفة ودايما محفورة في ذاكرة الوطن نعم وزوايا مختلفة ينظر إليها كل باحث من رجحة نظرة نحن نشكر حضرتك جزيلة شكر الدكتور خلف عبد العظيم الميري أستاذ التاريخي الحديث والمعاصر بجماعتين شمس شكرا شكرا جزيلة لكم أستاذ المشاهدين